المخططات حول جامع الأزهر تبين أنه كان فيه تم تخصيص أماكن لمناطق عربية المغرب العربي وبتالي فأعتقد أنه هذه الظاهرة أو دراسة ظاهرة الهجرات الشبابية في المنطقة العربية إن لم يكن في سياقها التاريخي فكأننا نكتشف العالم بتالي فالهجرات الشبابية أمر تاريخي كان ولازال وسيكون في المستقبل الآن عادة لما نحاول أن نفهم الهجرات الشبابية فنتعاطى مع الصور نتعاطى مع الهجرات الغير شرعية من يموتون في البحر الأبيض المتوسط لكن التقييم الرقمي بما أنه فيه كثير هنا من ناس ديموغرافيين وأحصائيين أعتقد أنه يكون لدينا مقاربة نوعا ما دقيقة لواقع هذه الهجرة التي لا يمكن فصلها بالدرجة الأولى عن الواقع السكاني وعلى سبيل المثال كيف يشتغل هذا؟ على سبيل المثال وضح الباوربونت حتى يكون على سبيل المثال إذا أخذنا مؤشر بسيط حجم السكان في سن 15-24 سنة في المنطقة العربية إلى يومنا هذا تقريبا يوجد 80 مليون شاب عربي في 22 دولة في هذا السن العمري هذا الحجم هو في استقرار لكن معدلات النمو السنوية أو الخماسية للفئات العمرية الشبابية هو في تراجع لكن العدد الكلي هو في ثبات الآن هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أرى أن عندما نحاول فهم الهجرات الشبابية لا يمكننا فهمها إلا كجزء بصفتها كجزء لا يتجزأ من الهجرات العربية المعاصرة نعطيكم مثال في الـ 15 سنة الأخيرة سنويا غادر المنطقة العربية إلى دول المجموعة إلى دول الأوي سي دي متوسط 450 ألف شخص سنويا أي أنه من سنة 2000 إلى 2014 حسب بيانات الأوي سي دي منظمة التجارة التعاون تقريباً 6 ملايين مهاجر عربي غادر المنطقة العربية قد يقول سائل آه كثير لا إذا أخذنا هذا الـ 6 ملايين ضمن كل من دخلوا إلى المجموعة التنمية هذه أنه لا يمثلون إلا 10% هذا يعني أنه في السنوات الأخيرة 15 سنة الأخيرة وكل بيانات الأمم المتحدة واليوان بوبيليشن ديفيزن والهجرة الدولية تبين أن أعداد المهاجرين توسع وتضاعف تقريباً ثلاث مرات إلى يصل الآن إلى حوالي مليونين مئتين وربعين وثمانين بتالي فالهجرات الشبابية هي جزء لا يتجزأ من الهجرات العربية وهي جزء لا يتجزأ من الواقع والبنية السكانية في المنطقة العربية الآن عادة لما نتكلم عن الهجرات الشبابية نأخذ أرقام متعددة أنا طلبت من الأغوستات أي الجهاز الإحصائي الأوروبي أن يوفر لي في الأسبوع الأخيرة ما كانت منهم في سن 15-24 سنة في حجم من حصلوا على أولى شهادات الإقامة في الدول الأوروبية أعتقد أنه بهذا المؤشر الإحصائي الذي يوفرها الأوروستات أننا ممكن أننا نساهم في بناء الأفواج من الشباب من الذين غادروا المنطقة العربية في السنوات الأخيرة المقارنة أنه البيانات الأولى كانت كل الدول العربية البيانات الثانية كانت التجارة والتنمية البيانات التي الآن في البويربونت هي تخص الدول الأوروبية باستثناء ألمانيا لأن ألمانيا لأسباب متعددة بياناتها غير موجة وهنا عدنا فكرة أولية أنا لا أقول أن الأرقام هذه هي كل الشباب من الجنسيات العربية 22 اللي غادروا البلدان العربية من 2010 إلى يومنا لا لكن هي تقدير يقترب إلى نوع من إذا ما يكونش 100% أعتقد يكون بين 80 إلى 85% الآن الأرقام تبين أن حجم الشباب العربي من 22 جنسية عربية اللي استقر في الدول الأوروبية اللي هي بلجيكا، دنمارك، فرنسا وهذه وهذه سنويا بدأ من 2010 إلى 36 ألف إلى أن استقر في 2015 إلى 57 ألف معادلة بسيطة إذا أخذنا حجم من حصل على أول في دول الأوروبية وحجم منهم في سن الهجرة من بين 15 و 24 أعتقد أن المعادلة بسيطة ولا يمكننا أن نقول أنه أن هجرة الشباب في الوطن العربي هجرة مخيفة بل هي أرقام بسيطة السؤال اللي يطرح نفسه لماذا؟ الهجرة سواء أكانت هجرة رجال أو نساء أو شباب تبقى هجرة انتقائية ككل الظواهر الاجتماعية العديد من الناس يتكلمون عن الهجرة يرغبون في الهجرة الآن لو نذهب لكل الدول المغرب العرب اللي أعرفهم ليه؟ لو نسأل الشباب اللي جالسين على الشاطئ في البحر الأبيض المتوسط نسألهم عن الهجرة أكيد يرغبون في الهجرة لكن من يهاجرون؟ هنا في عوامل ما أقول شناية ويراثية لكن في عوامل اجتماعية مثلاً اللي يكون عندها مشروع للدراسة اللي يكون عندها أحد أقاربه في أوروبا لللم الشمل كل منهم سنبينها للعمل لأن لا نعتقد أن أسواق العمل العالمية تعيش نقص وجماعة من البلدان العربية لأن أسواق العمل الأوروبية تعرف مستوى عالي من التنافسية ومن الكفاءة ومن الإنتاجية بتالي فيه جزء قليل والبيانات ستبين هذا أنه من الشباب العربي يهاجرون للعمل بتالي فالنقطة الثانية أنه حجم الهجرات أو حجم التدفقات ما بين 2010 و2015 هي تبقى جد 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 محدود الآن في هذا الـ 56 ألف التي هاجروا سنويا في السنوات الأخيرة نلاحظ أن نسبة كبيرة منهم بالأزرق هم من بلدان المغرب العربي والجنسيات الأولى هي موجودة هنا أنه المغرب تونس والجزائر يمثلان أولى ثلاث جنسيات فيه هذا الرسم البياني يبين أنه تقريبا 41% من الشباب العربي الذي هاجر هم من المغرب بحوالي 120 ألف شاب يلي ذلك التوانسة وهنا نقطة مثلا فيما يخص مستويات التدفق الصنوية للشباب التونسي نلاحظ أنه 2010 كاللي تجاوز 3000 لكن 2011 2012 2013 تضاعف العدد إلى ثلاث مرات وهنا عدنا مؤشر مباشر لتأثير الوضع الجديد في تونس حول الهجرات الشباب في حين أن الهجرات الجزائرية ثابتة كذلك الهجرات المصرية ثابتة بتالف التعميم في التعاطي مع الهجرات الشبابية بعض الأحيان يتطلب نوع من المحادر الآن ما حجم الشباب 15-24 سنة في إجمال الهجرات العربية فيما بين 2010 و2015 نلاحظ أن الشباب متواجدون في كل التيارات العربية لكن متواجدون بنسب متباينة وتمع بسيط في هذا الجدول أنه مدام الهجرات العربية طويلة وقديمة في أوروبا مدام حجم الشباب قليل مثلاً عدنا الهجرات الجزائرية الشبابية تمثل 21% من إجمال المهاجرين الجزائريين في أوروبا لأنه سنرى فيما بعد أنه العديد من هؤلاء الشباب دخلوا ضمن ما يسمى بالهجرات لم الشمل في حين في حين أنه الشباب 15-24 سنة ضمن العديد من الجنسيات الخليجية الكويت، عمام، قطر هي قوية قد يسأل سائل لماذا؟ لا يوجد مهاجرون اقتصاديون من الخليج إلى دول هذا مرتبط بالدرجة الأولى كما سيبينه أنه مكانة اللي تم الحديث عنه في الصباح مكانة الهجرات الطلابية أنه مدام الهجرات جديدة بين قوسين فيطغى عليها تطغى عليها الهجرات لغرض الدراسة مثلا فيما يخص الكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والبحرين نلاحظ أنه تقريبا من 70 إلى 93% من المهاجرين هم من الشباب الذين يهاجرون لأسباب الدراسة وهذا طبيعي لأنه مدام فيه هجرات قديمة الشباب قليل مدام الهجرات جديدة الشباب كثير وخاصة مكانة من يهاجرون للدراسة نلاحظ أن مدام الهجرات قديمة مثلا الجزائر المغرب تونس مدام الهجرات لغاية لم الشمل أو الأسرة أكبر مثلا كل ما هو بالأحمر يخص الجزائر المغرب وتونس فيه شيء جديد وهو مرتبط بما يحدث في العديد من الدول العربية على سبيل المثال أنه كل ما يتعلق بالهجرات السودانية والسورية والصومالية والعراقية نسبة الشباب لأسباب أخرى مرتفع يسأل سائل لماذا هذه كلها تدخل ضمن برامج التي اعتمدتها العديد من الدول الأوروبية وخاصة الدول اسكندنابية في استقطاب أو السماح ب إقامة منهم في أقل من العشرين سنة في بلدانها العراق في كذا من مشروع برعاية الأمم المتحدة الذي سمح بإقامة الشباب كذلك فيما يخص السوريين الآن الدول الدول خريطة إقامة أو توجه الشباب العربي لا 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 تختلف عن الهجرات العربية التقليدي لكن فيه فيه بلدان جديدة مثلا يسأل سائل لماذا إيرلندا إيرلندا هي بلد أقام العديد من المشاريع لتعلم اللغة للعديد من الطلب العرب وخاصة طلب من دول مجلس التعاون وحتى العراق وسودان وهو ما يبرر التواجد الشباب العربي في هذا البلد في هذا البلد هذا يعني أنه جغرافية حركة الشباب كذلك في تحول لا يوجد شيء ثابت فيما يخص الفئات المعنية بالهجرات الدولية والبلدان وحجم بتالف النقطة الثالثة أنه التعاطي مع الهجرات الشبابية كأنها شيء ثابت ما تغيرش من الستينات إلى يومنا هذا أعتقد أنه كل البيانات تبين أنه في تحول وفي العديد من الحالات في تحول كبير وسريع لأخلص أنا كنت عندي ورقة قبل بداية الربيع والخريف والشتاء والله ما أنا عارو كي يسمونه حول واقع الهجرات الشبابية مع الإسكوا وكانت نظرتي أنه أرى أنه الهجرات الشبابية هي أمر طبيعي وأمر صحي ويجب أن الشباب العربي يكتشف العالم ويكتشف ويتعلموا لكن إذا أردنا أن ندخل في أمور مرتبطة بالسياسات البلدان العربية بالمقاييس الأمم المتحدة هي المنطقة الوحيدة التي لم تدمج البعد الشبابي في سياساتها التنموية أحنا عدنا نظرة منذ استقلال الدول العربية أن التنمية هي شاملة أوكي التنمية شاملة لكن فيه بعض الفئات فيه بعض الأمور المرتبطة بالواقع السكاني تتطلب معالجات خاصة كل من يشتغلون ويشتغلوا حول السياسات التنموية في البلدان العربية يقول لك أحنا الكل كيف كيف لا لماذا؟ لأنه فيه في مجال التعليم في مجال توفير فرص العمل فيه دورات الحياة تتطلب عناية خاصة بالخريجين من التعليم الخريجين من النظمة التربوية وهذا غاب ولا زال غائبا عن السياسات التنموية وبتالي فكل هذا اللغط اللي سمعناه في الخمسة نوات الأخيرة أنه فيه تغيير وفيه مبادرات ولا شيء تغير لما نراجع عدد البرامج في البلدان العربية الخاصة بإدماج البعد الشبابي في التنمية ولا شيء تغير فيه كلام فيه معالجات إعلامية واسعة باللغة العربية والإنجليزية وهذه لكن في الحقيقة ولا شيء تغير وبتالي فالآفاق المستقبلية هي قدرة الدول العربية على إدماج هذا البعد الشبابي في التنمية دول عربية كلها تشارك في الأمم المتحدة مع الإسكوا مع هذه لكن تبقى سمحوا لي بهذا الكلمة صماء فيما يخص إدماج مقاربة جديدة للتنمية أبني المشاريع أبني هذه أبني هذه لكن وكأن هذا الفئة اللي شفناها الآن تمثل حوالي عشرين بالمئة من إجمال سكان المنطقة العربية يجب أن نتعامل معها كبقية الفئات حقيقة فيه كما تفضل الصباح الأخ أنه فيه مقاربة لذوي الاحتياجات الخاصة لكن يجب إدماج البعد الشبابي في السياسات أنا لا أقول هذا لألحد من هجرة الشباب لا أعتقد أنه أمر صحي وإيجابي أن يهاجد لكن على الأقل على الأقل نعطي أمل لمن يرغبون في الهجرة بأطر قد تؤدي بهلاك العديد من أبناء البلدان العربية وأختم بواقعة من 2002 إلى 2004 كنت ندرس في جامعة فرنسية بما أنني من المغرب العربي والجزائر كنا كانوا يحولون لماذا في الرسائل تعد تسجيل لماذا الشباب العربي خاصة من المغرب العربي يريد أن يدعم تسجيله في الجامعة تسجيله في الجامعة وهذا أمر ملموس أنا بعد شهر قلت له معفوني من هذا المهمة القادرة لماذا لأنه لم تكن فيه رؤية واضحة للمستقبل الشباب وهذا النقطة أعتقد لا تخص إلا الشباب لأنه الدول العربية بمؤسساتها ووزاراتها نجحت فشلت بالعكس فشلت في إعطاء نظرة إيجابية للمستقبل وبتالي شفنا في الصباح أنه الناس تحاول بأطر متنوعة الهجرة أعتقد أنه الهجرة العربية والهجرات الشبابية يجب أن نتعامل معها كجزء لا يتجزأ من فشل المقاربات التنموية في المنطقة العربية إذا بقينا في الأرقام هذه الأرقام تتغير من سنة السنتين وهذه لكن المقاربة الحقيقية هي أنه كان فيه مشروع تنموي قطري وإقليمي فشل الهجرات الشبابية والهجرات كلها هي جزء من هذا الفشل وبالتالي ف تصحيحه إن لم نقل تقويمه بين قوسين يكون بالدرجة الأولى في مراجعة هذه السياسات الوطنية وكذلك الإقليمية وشكرا أشكر الدكتور عبدالقادر مرتين شكر خاص لأنه ألتزم بالوقت أشكر نقيقة بالضبط تقريبا وكمان أشكر على العرض المفصل والواضح حول قضايا الشباب والهجرة واتطرق العديد من المواضيع المهمة في مجال القضايا الشباب والهجرة التي تتم في المنطقة العربية وخاصة من موضوع الحجم والخصائص والدوافع التي بالأكيد ستكون هناك نقاش كبير في جلستنا بعد العروض ننتقل الآن إلى الورقة الثانية التي تحكي عن مقدمة من الدكتور هاني خميس عبدو حول الهجرة الخارجية بين التعددية والتعددية الثقافية والتماسك الاجتماعي مقاربة نظرية للفرص والتحديات والدكتور هاني خميس عبدو أستاذ علم الاجتماع المشارك وقائم بأعمال رئيس قسم علم الاجتماع بكلية الأداب بجامعة الإسكندرية وله العديد من المقالات والدراسات والكتب العلمية من أبرزها العالمة والحياة اليومية علم الاجتماع القانوني علم الاجتماع الجريمة والانحراف وله اهتمامات بحثية في مجالات التنمية والدراسات التقافية والسياسية وحاصل على جائزة جامعة الإسكندرية للتشجيع العلمي فلتفضل أشكراً شكراً سعادة الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم أصعد الله أن أساعدكم وقل الخير يعني أنا متصور دايماً يعني البوست دايماً بتعمل مشاكل زي البوست مدرنيزم فأنا متصور دايماً السيشن بوست لانش دايماً يعني بتكون فيها يعني التحديات معينة فيما تعلق بإرهاق المستمعين وإرهاقي أنا شخصياً لكن أسعى إن شاء الله أن أنا أكتهد في عرض الورقة يعني في الوقت المحدد في البداية طبعاً يعني أحب أن أنا أشكر بمركز العربي على إتاحة الفرصة لي ولأكون من ضمن المشاركين وأيضاً أكون يعني لي الفرصة أن أنا ألتقي بأساتذة وعلماء أجلاء نتعلم منهم ونستفيد من خبراتهم وإتاحة الفرصة لي لتقديم ورقة بحسية للهجرة الخارجية بين التعددية الثقافية والتماسك الاجتماعي مقاربة نظرية للفرص والتأدي داد حقيقة بنسبة لإشكالية البحث يعني بنلاقي أن الهجرة قدت منذ منتصف الأربعينيات إلى ملكرن العشرين إلى تزايد التنوع الثقافي وتشكيل جامعات عرقية وأيضاً بأن بلايجد أن المهاجرين يعني لديهم هويات وثقافات يرغبون في الحفاظ عليها وهذا الأمر دعا إلى ما أطلق عليه بالتعددية الثقافية التي تعني أن يتاح لجميع المهاجرين الفرص للوقوف على قدم الموسوى مع أبناء الوطن الذين يعيشون فيه في جميع المجالات على أن ينتظر منهم التخلي عن هوياتهم ولغتهم وثقافتهم كما تعني كما تعني التعددية الثقافية أيضاً استعداد أغلبية السكان لكبول الاختلاف والتنوع الثقافي وكذلك سياسات الدول لضمان حماية الأقليات أو المهاجرين في المقابل بالله أن التعددية الثقافية أو العملية الهجرة والتعددية الثقافية بتطرح إشكالية التماسك الاجتماعي على الأجنتة السياسية داخل هذه الدول فالتدفق المستمر للمهاجرين قد يؤدي إلى تقويد التماسك الاجتماعي الذي يربط أجزاء المجتمع الواحد ومنلاقي أن هنا إحنا أمام موقفين يعني متناقضين يشير الموقف الأول بأن التعددية الثقافية تطرح فرص للمهاجرين في المقابل أن هذه التعددية الثقافية قد تطرح مجموعة من التهديدات داخل هذه الدول التي يهاجرون عليها ومن ثم بتتجسد إشكالية البحث في التساؤل الرئيسي هل تساهم التعددية الثقافية في دعم التماسك الاجتماعي أم تقويده داخل المجتمعات التي تسمح باستقبال مهاجرين جدد لديهم ثقافات متباينة اعتمد البحث في منهجه على ما يطلق عليه بالتحليل الرباع أو الصوات أناليسيس فيما يتعلق بتعرف على جوانب القوة والفرص بالنسبة للتعددية الثقافية في مقابل اطلعف والتهديدات أيضا التحليل التاريخي الذي يساعدنا في دراسة والكشف عن التعددية الثقافية وإرهاصاتها بوصفها زي ما قلنا أنها أحل السياسات التي بدأ يستعام بها في محاول الدمج المهاجرين داخل هذه المجتمعات التي يهضروا عليها وأيضا إعادة التحليل للدراسات والبحوص السابقة ذات السلة في الموضوع تبنى البحث مجموعة من القضايا البحثية بدءا من العولمة ساعدت على ارتفاع معدلات الهجرة من خلال تسسيل حركة الأفراد عبر البلدان المختلفة أن الهجرة الخارجية تؤدي للتنوع الثقافي في ظل استقبال جماعات لديها ثقافات وهويات متبينة أيضا سياسات دعم التعبطية الثقافية من جانب بعض الدول كانت تشجع الأفراد على الهجرة إليها وبالتالي بتعطي لها سمعة طيبة بأنها بتستجب الأفراد لديهم ثقافات وهويات متبينة قضية قبل الأخيرة بأن التنوع الثقافي قد يؤثر سلبا في الهوية القومية وأحد القضايا أو القضية الأخيرة أن مخاطر التعضية الثقافية قد تعمل على تقويد التمسك الاجتماعي محاور البحث حتى نستطيع أن نغطي بدأت من نظرية أنظمة الهجرة والعولمة والهجرة الدولية وأيضا الهجرة وإشكالية التنوع الثقافي ومراجعات نقدية لسياسات التعددية الثقافية وإشكالية التراجع عن تبني سياسات التعددية الثقافية في إطار ممارسات رسمية وشواهد مجتمعية من جانب بعض الدول قدت بهم يتم التراجع عن هذا الأمر وأخيرا التحول أو إعادة النظر في ما يطلق من سياسات التعددية الثقافية إلى التماسك الاجتماعي نظرية أنظمة الهجرة بنجد بأنها بتقول بأن حركة الهجرة بتنشأ نتيجة لوجود نوع من الصلاة ما بين الدول المرسلة والدول المستقبلة هذه الصلاة بتتمثل في روابط سياسية كالاستعمار النفوذ السياسي الحقود الجغرافية روابط اقتصادية أيضا قد تساعد في هذا الأمر التبادل التجاري والاستثمار روابط ثقافية اللغة والأرقل ويعني على سبيل المثال ارتبطت الهجرة من الهند وباكستان وبنجلديش إلى بريطانيا للوجود الاستعمار البريطاني وأيضا فيما تعلق بتونس والمغرب إلى فرنسا وما لذلك وأيضا نظرية الهجرة بتعتمد على ما يطلق عليه بفكرة التفاعل الكل ما بين البنية الكلية والبنية الجزئية فكرة التفاعل البنية الكلية هي بتشير إلى السياسات التي تضح الدولة لاستقبال الدول أو لاستقبال الأفراد وبتحدد قواعد الهجرة والاقتصاد السياسي من خلال إتاحة فرصة لبعض الأفراد فيما تعلق بها الاستثمارات وما إلى ذلك أيضا بنية الجزئية بيكسر بها الشبكات الاجتماعية وما يطلق عليه برأس المال الاجتماعي فكرة الترابط ما بين الأفراد على المستوى غير الرسمي وهي آليات يضح المهاجرين في سبيل يعني أو تعد أحد الآليات للتكيف مع هذه البيئة بالإضافة لأيضا دور رأس المال الثقافي لدها ولام نقطة تانية بنقول العلمة والهجرة الدولية تحليل تاريخي بنقول أن العلمة كما نعلم ساهمت في زيادة حركة ومعدلات الهجرة وحركة انتقال الأفراد من البلدان الأقل إلى البلدان الأكثر نموا وأيضا قدت الانتشار السريع لم يعرف بالمجتمعات الإنسانية العابرة للحدود أو المجتمعات العابرة للحدود الوطنية في ظل التنوع الثقافي وإن همية هذه المجتمعات سوف تزداد قدرتها على تنظيم الأنشطة والعلاقات والهويات لعداد متزيدة من الأفراد الذين لديهم هويات ولغات وثقافات متبينة منيجي بعد كده منلاقي أن فيما يتعلق بالتنوع والثقافي وقليات إدماج المهاجرين في مرحلة ما قبل التعضية الثقافية كانت بتعتمد على ما يطلق بالاستيعاب والتكامل والاستيعاب بالإضافة فكرة الاستيعاب أن أنا أحاول يعني يتم دمج المهاجرين بغض النظر عن الهويات واللغات فكرة التكامل وهي بتعطي نوع من إتاحة الحرية وبنيجي أيضا بما يتعلق بفكرة الاستيعاب بالإضافة وهو يعني بيقصب بإحتفاظ بانتماء ثقافي سابق واكتساب انتماء ثقافي جديد لكن كل من هذه الآليات كانت يعني تبتعد بشكل أو بآخر عن يكون ما يعرف بيئة التعضية الثقافية بالشكل اللي نحاول أن نحن نلقي عليه صورة مختصرة دي كانت أحد الآليات التي كانت تطرح في جانب الدول قبل ما يعرف بيئة التعضية الثقافية بنيجي نتكلم أو نشوف التعضية الثقافية وفكرة إدماج المهاجرين وأحد الباحثين المتخصصين في هذا الأمر وهو أحد باحث كندي هو ويل كيميليكا كان بيتكلم على فكرة إدماج الأقليات سواء سكان أصليين الأقليات الكومية والمجامعات المهاجرة وهي أحد أو الموضوع محل الباحث الدراسة بتاعتنا وبنلاقي بأن هناك سياج بنائي مجتمعي ساعد على طرح فكرة التعضية الثقافية بدءا من تغيير سياسات الهجرة فبنقول بأن حالا ستغير جوهري في سياسات الهجرة تتمثل في التحول من سياسات التجنيس التمييزية إلى تبني سياسات ومعايير الحياة العنصري أي التحول من مفهوم التكامل الاستعابي وهي أكنت أحد الأليات التي كانت مطروحة من قبل ما يعرف التعضية الثقافية إلى طرح فكرة التعضية الثقافية من خلال إتاحة الفرص لجماعات المهاجرة أيضا النسق القانوني وحماية التعضية الثقافية نجد أن هناك الكثير من المواصيق الدولية فيما تعلق بالتأكيد على حماية حقوق المهاجرين وكان هناك تقنين دولي من جنة الأمم المتحدة والعديد من المنظومات الدولية على سبيل المثال تمنت الأمم المتحدة إعلان سنة 75 فيما تعلق على أنه لابد من احترام حقوق الأقليات ومن بينها الجماعات المهاجرة أيضا أعلان أو نصاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي لعام 2000 في المادة 21 بيقول منع أي تمييز بسبب الجنس أو العرق أو الدين أو اللون أو اللغة أو المعتقد أيضا أحد الآليات أو الصياق هو دعم البلدان الديمقراطية بنقول بأن الديمقراطية شكلت أحد الصياقات التي ساعدت على أهمية الاهتمام بالتعددية الثقافية والترويج لها داخل هذه المجتمعات فأصبح ينظر على أن الدول لابد أنها تعمل على احترام حقوق الأقليات وضمان المساواة وعدم التمييز فيما بينهم وبالتالي بنلاقي بأن هذا الصياق طرح علينا فكرة التعددية الثقافية بين المسئوليات والحقوق وفكرة المسئوليات أنه لابد من فكرة المساواة وعدم التمييز بين الجماعات المهاجرة الالتزام بالقيم الليبرالية يعني على سبيل المثال بيشير ويلكي ميليكا في هذا الأمر إلى أنه ليس هناك دولة تبنت سياسات التعددية الثقافية قدمت لجماعات المهاجرين إعفاء من القوانين التي قد تمنع على سبيل المثال التعدد للزوجات أو ختان البنات أو القتل من أجل الشرف أو استخدام العنف وأيضا فكرة دعم السياسات الاجتماعية من دمن مسؤولات الدول تجاه الجماعات المهاجرة هي ما يطلق بتلبية خدماتهم في مجال التعليم والصحة وأيضا السكن وغير ذلك بما يضمن لهم الإعاشة الكريمة في المقابل هناك حقوق على هذه الأفراد والجماعات ما يطلق بالانتماء يعني من المسؤوليات في هذا الأمر بتقع على جماعات المهاجرة أنه معاملة المجتمع باحترام لابد من هذا الوطن الذي يستقرون فيه أشعر بأنه هذا الوطن وطنهم ولابد من احترام القوانين وأن هذا الوطن يشكل قيمة لهم وبالتالي ليس ما هو مجرد مكان للهروب من أزمات اقتصادية أو الهروب من الخوف بل هذا يشكل وطن جديد لهم عليهم احترام وعليهم التماسك والتماسل معهم بنلاقي من التعددية الثقافية عندما ترحت في شكل سياسات من جانب الدول كانت لها العديد من الهمية فيما يتعلق بالتعزيز الهوية العرقية أيضا حماية حقوق الأقليات جذب المواهب بفكرة رأس المال البشري وتسهيل التبادل التجاري وأيضا المكاسب السياسية كثيرا ما تأخذ التعددية الثقافية على أنها أحد الأوراق أو أحد الآليات التي يمكن من خلالها التلاعب بها من خلال أحزاب سياسية في عملية الانتخابات وبعد ذلك عرضت الورقة لمجموعة من التجارب العالمية في مجال التعددية الثقافية بدءا من كندا وأستراليا ونوزلندا ومملكة المتحدة وقفنا عند كندا باعتبارها بالتعددية الثقافية بتشكل سمة بارزة للمجتمع الكندي وتميزه عن ما يطلق عليه ببوتقة الانصهار أو يعني الملتينج بولت في مقابل الولايات المتحدة فلا يوجد ضغط لأحد لكي يعيش طبقا لتقاليد الحياة الكندية ولا يوجد أسلوب واحد ولكن يوجد ما يطلق عليه اتحاد تحت تاج يعني تاج الملكة هو يوجد الانتحاد الذي يسمح بألاف التنوعات لكن في إطار نصق قانوني يضمن لهذا الأمر أنا يطبقى لي ثمان دقيق ها اوكي 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 انا مش اوكي بدأت يعني الورقة تستعرض بعد كده بأن هناك مراجعات في ما يطلق عليه بسياسات التعودية الثقافية ترحت في إطار سياسات ومفاهيم يطلق عليها ما بعد التعودية الثقافية ظهور وموت أو سقوط التعودية الثقافية تراجع التعودية الثقافية ومعارضة التعودية الثقافية وبنلاقي بأن هذه المراجعات النجدية بدأت تطرح في إطار تهديدات بدأت تظهر بدءا من تهديد الهوية القومية معارضة الكيم الليبرالية داخل بعض المجتمعات تراجع معدلات الاندماج الاجتماعي وعب على سياسات دولة الرعاية الاجتماعية وانتشار الارهاب وعمال العنف واستعرضت الورقة نمازج من هذه الأمور بدءا من أحداث عنف ظهرت في العديد من الدول حتى التي كانت تتبنى التعضية الثقافية ومن بينها أو أحد النمازج هي كندا وبالتالي بدأ الأمر ينظر إليه على أن كل يابد أن يكون هناك تراجع عن تبني تلك السياسات واستعرضت الورقة تراجع عن تلك السياسات سواء على المستوى الرسمي وأيضا عندما أقرت البرلمان على سبيل المثال النمساو تعديلات على قنون 912 وهدف التعديل لمواجهة التطرف من خلال حظر التمويل المالي للمساجد والمدارس الإسلامية والمستوى الرسمي من جانب الدولة في عادة النظر من جانب تشراعات أو ما إلى ذلك على المستوى الحزبي فيما تعلق كما نعلم بأن بعض البلدان الأوروبية تشكل أحد التعديلات وعلينا أن نراجع هذه السياسات وبدأ يتم هذا الأمر ويمكن نشوفنا بعض الأحزاب في فرنسا مارين لوبان لما استخدمت فكرة الإسلاموفوبيا وكان عندها فكرة أن مشهد تأدية المسلمين للصلاة كما لو كان احتلال النازية نظرت لهذا الأمر على هذا أيضا فكرة المستوى الشعبي بدأ يطرح فكرة الإرهاب العنصري ممتلكات وما زالك ترتبط بالجاليات العربية والإسلامية على وجه الخصوص واستعرضت الورقة نماذج من هذا الأمر في إطار هذا الأمر بدأ يطرح فكرة التحول من التعددية الثقافية إلى التماسك الاجتماعي والتماسك الاجتماعي بينطبق أو بينظر له في إطار مجموعة من المؤشرات الانتماء في مقابل الإنزال أو العزلة الاندماج في مقابل الاستبعاد المشاركة في مقابل عدد المشاركة والانتماء في مقابل عدد الانتماء يعني أنا عشان الوقت بالنسبة للتماسك الاجتماعي كأحد النماذج البارزة في هذا الأمر على سبيل المثال في المملكة المتحدة انشئت واحدة تماسك مجتمعي أطلق عليها بناء مجتمعات متماسكة وبدأ يستخدم هذا المفهوم في مقابل التعضية الثقافية تميزت أبرز أهداف أن نابد من وجود رؤية مشتركة وشعور بالانتماء لدى جميع الأفراد وأن يحظى القادمون من خلفيات متشابهة بفرص معيشية متشابهة وكذلك العمل على تنمية مشاعر قوية أيضا سياسات التماسك الاجتماعي في كندا عملت على دعم التكامل الاقتصادي للمهاجرين من خلال ضمان فرص العمل وتنمية المهارات والحد من سياسات التمييزية وعدم وأيضا فكة عدم المساواة في قطاع التوزيف نقطة الأخيرة اللي عاوز أقول لحضراتكم عليها بأن التماسك الاجتماعي هو شكل أحد السياسات أو البدائل التي ترحط في إطار مراجعة سياسات التعددية الثقافية التي كانت تركز بالأخص على الحقوق الثقافية للمهاجرين في مقابل تركيز سياسات التماسك الاجتماعي على دعم الحقوق الاقتصادية إلى جانب الحقوق الثقافية من خلال دعم العديد من الأساسيات أو الأبعاد بدءا من دعم الاندماء ومرورا بتعزيز الاندماج وتحفيز المشاركة وانتهاءا باحترام الاختلافات والتسامح معها في إطار مجتمع تعددي وألف شكرا شكرا الدكتور هاني على هذه المداخلة القيمة والمتعلقة بالتعددية الثقافية والفرص والتحديات التي تواجه المهاجرين في المنطقة العربية الورقة الثالثة والأخيرة في هذه الجلسة من الدكتور الهادي بوشم وهي بعنوان الاستبعاد الاجتماعي للشباب وظاهرة الهجرة مقاربة سوسيو أمريخية مقارنة بين الجزائر والمغرب والدكتور هو باحث متخصص بعلم الاجتماع بجامعة سيدي بالعباس باحث مشارك بالمركز الوطني البحث والانتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بوهران وله العديد من المنشورات الدولية والوطنية التي تتوزع بين الكتب الجماعية والمجلات المحكمة وله عدد من المشاركات في المؤتمرات الدولية والوطنية أتفضل الدكتور بسم الله أولا بداية شكر الجزيل للموصول لكل المشرفين والقائمين على المركز العربي لإبحاثوا الدرس السياسات من المدير إلى آخر العامل في هذا المركز أخص بالذكر من كل هؤلاء الدكتور مراد يعني لساهم بفضل تواصله معنا كانت لنا الفرصة أننا تواجدنا اليوم بينكم إذن أنا أحتاج لازم أحتاج الـ فإذن العملي هو حصلت مشروع بحث اشتغلت فيه مع المجلس العربي لعلوم اجتماعية بيروت وكان علوان العمل المدينة في المجتمعات المغربية دورها في أنماط التضمين والاستبعاد والعمل هذا كان عملا مقارنا بين الشباب من خلال حيين ومن خلال المدينتين مدينة موجودة في الحدود الشرقية بالمغرب ومدينة أخرى موجودة في غرب الجزائر وهما مدينتين حدوديتين إذن علوان العمل كما يظهر لكم الآن هو الاستبعاد الاجتماعي للشباب وظاهرة الهجرة العمل هو عمل مقارن عمل أمريقي جرى بين مدينتين في كل من الجزائر والمغرب إذن هاتين المدينتين هما مدينتين حدوديتين كما يتوضح لكم من خلال الخرائط والصور المرفقة بواجهة هذا البحث إذن أعود وأنوه أن العمل هو مستل من زملة لما بعد الدكتورة تجري حاليا لم يكتمي للعمل بعد وهذا جزء مستل من هذا العمل الضخم وهذا العمل كان بتموين من مؤسسة كارنيجي بنيويورك فإذن مرة أخرى أجدد التشكر لبعض الزمل الموجودين من المجلس ومن زملاء لساعدوني في هذا البحث الموجودين هنا وأعتقد أن هذا العمل كان بفضلهم وكان بمساعدة المساعدة السخية للمجلس ولمركز كارنيجي إذن كما تشوفوا في العنوان بعجلة استبعاد الاجتماعي للشباب وظاهرة الإجراء إذن حاولنا أننا نقشوه أو ندرسوه ميدانيا من خلال عمل مقارن بين مدينة الشباب في مدينة وجدة في المغرب والشباب في مدينة تنمسان في الجزائر من خلال تبدأ بقضية البحث وإشكاليته طرحنا فرضية البحث ثم مرورا بمنهجية منهجية البحث وأدواته وتقنياته إلى مجتمع البحث وعينة الدراسة مرورا بالمفاتيح أو المفاتيح مفاتيحاته الدراسة المفاتيح المفامية وهي تقريبا خمسة مفاتيح الشباب التضمين الاستبعاد الاجتماعي والتطلعات والهجرة العمل هذا جرى كما ترون بمدينة تيلمسان ووجد من خلال حيين سكنيين حيين حضريين بعد ذلك حاولنا أننا نناقش في نقطة أخرى معادلة الشباب لاستبعاد والهجرة والمستقبل من خلال تفكيك أركان هذه المعادلة تفكيك ثم البناء من خلال مجموعة من النقاط أهمها واقع الشباب وسياسة تنمية البلدين ولكن سياسة التنمية ووقع الشباب سنتناوله بشكل ميداني سنقلب المعادلة معادلة التنمية بحيث أننا لن نتطرقها إلى البرامج برامج التي إذا أردنا أن نسمي التنمية التي انتهجتها الجزائر المغرب بعد استقلال إيما في الخمسينات والاستينات ونقول أنها تنمية فنقول أنها عرفت مجموعة من البرامج هذه البرامج غالبت عليها الارتجالية غالبت عليها أنها خصت أطراف وفئات على حساب فئات أخرى وهنا أقصد أن الشباب لم يحظون كما تكلم الأستاذ من قبل بحساس الوافرة من التنمية النقطة الثانية وأعتقد أنها جوهرية أن التنمية إذا بغينا نسموها التنمية في المغربين الأوسط والعقسى فنحن نتكلم عن التنمية يمكن أن نسميها تنمية استعجالية تنمية ظرفية لأنه لو نرجع إلى مسار الكرونولوجية التنمية في الدولة الوطنية بعد الاستقلال سواء في المغرب أو في الجزائر فنجدها مرتبطة بمختلف الأزمات التي عرفها البلدين فكلما كان هناك احتجاج كلما كان هناك ثورات ثورات شعبية احتجاجات شعبية احتصامات كلما ترافق ذلك بحلول استعجالية ولكن هذه الحلول كانت دائما حلولا لا ترقى إلى مستوى من التخطيط ومن التدخيخ بل كانت تغلب عليها الارتجالية والعشوائية اذا الأمر هذا خلني أنا أبحث في مجموعة من المتغيرات حتى تكونوا معي أنا أرفقت لكم ودخلت في مواقع التواصل الاجتماعي ووجدت الشباب الجزائري يضع هذه الأشياء في مواقع التواصل الاجتماعي نتكلم عن مثلث برمودة وهم يربطون الجزائر بمثلث برمودة في الجزائر بالنسبة لكثير من الشباب تختفي الأحلام السعادة الحياة العمل كل شيء فتبقى لهم بالنسبة لهم الهجرة هي الحل في الجزائر بسبب البيروقراطية والمحسوبية وبنعميست وغيرها فهذه الأمور كما تشوف أن الشباب عبروا عنها أنها تغنيك عن الخبرات دراسة الشهادة واعتقد أن الأمر نفسه في المغرب يعني البلدين المتجاورين ثقافيا وفي كل المجالات إذن كيف تشوفوا هنا أبدأ بالتنمية بين إفرازات تعطل التنمية بين إفرازات أيضا أزمات التنمية التي أنتجت لنا جيل من الشباب متأزم على مستوى وضعه السوسي اقتصادي ثقافي السياسي إلى غير ذلك أنتجت لنا مجموعة من يعني مجموعة من العناصر الاجتماعية مجموعة من المشاكل مجموعة من الأزمات على مستوى جميع المنظومات التعليمية على مستوى المجتمع من خلال ظهور مثلا التطرف الهجرة إلى غير ذلك في المدينة بدأت المدينة المغاربية ومنذ العهد الكولونياني إلى اليوم ما زالت تعريف مظاهر فقر الحضاري البطالة أزمة السكن السكن الهش في أطراف المدينة الشباب يعزفوا عن المشاركة سياسيا في الأحزاب وفي نفس الوقت هذه سياسة تنمية المنتهجة كما نعود نرجع دائما نوضعها بمزدوجتين إذا سميناها تنمية وبرامج فهي أقصت هذه الفئة ولم تضمنها بالمعنى الإدماجي لهؤلاء الشباب في هذا البرامج الأحزاب في المنظمات المجتمع المدني وفي مختلف أعطيها فيه إذن الإشكال هي أساسا تتعلق ب علاقة الاستبعاد والتضمين للشباب في الدولنا المغاربية على الأقل من خلال عينة المغرب والجزائر من خلال مجموعة مؤشرات وأبعاد تتعلق بالتنمية التعليم التدريب الشغل الدخل الاستهلاك السكن المشاركة الاجتماعية السياسية الرياضية الثقافية إلى غير وعلاقة ذلك بدافعية هؤلاء الشباب نحو الهجرة فنحن سنعالج في هذا الموضوع علاقة استبعاد هؤلاء الشباب بالتفكير بتمثل في تصور الهجرة يعني ما قبل التنفيذ ما قبل الانتهاء إلى الممارسة ممارسة ظاهرة الهجرة إذن أعتقد أن هناك إشكالية فرضية رئيسية هنا طرحناها بشكل يعني طرحنا فرضيتين بشكل مقلوب ومعاكس فرضية الأولى تتكلم عن أنه كلما زاد حجم الاستبعاد زاد وقل الاندماج والتضمين كلما زادت تطلعات وزادت في مقابلها هواجس مستقبل الشباب عند الشباب المغاربي بالجزائر والمغرب وبالتالي هذا يدفعهم إلى ممارسة في المستقبل ممارسة الهجرة فبالنسبة لهم الهجرة هي المخلص هي المغير لوضعهم هي التي ستخلق لهم أكثر وضعا أكثر اندماجي أكثر تضميني إلى أرضك ولكن ممكن الدراسات التي نحن في طورة الدراسات لم تكتمل بعد ولكن ممكن جدا أننا من خلال على الأقل كثير من دراسات الزملاء بالكراسك مثلا بمركز وطن البحث الانتربوليج الاجتماعي والثقافية انتهت إلى أن أوضع الكثير من الشباب مثلا الجزائري بفرنسا وبالدول أوروبية هي أوضع غير اندماجية غير تضمينية بدلل أن الكثير منهم لازال يمارس ذهل مهاجرا سريا لم يتحصل على وثائقه ولم يندمج لا في سوق العمل ولا في حتى في المجتمع الفرنسي وبين قوسين هنا أسرد لكم المشاكل مثلا التي جرت في السنة الماضية في ألمانيا في المدينة نسيت نعم بين المهاجرين المغاربيين والألمان الحملة الشرسة من ميركل ومن زعامة ألمان تجاه المهاجرين المغاربيين هناك دراسة مستفذة الأستاذ دكتور نادير معروف من الجزائر يحلل فيها تحليلا دقيقا وموسعا حول مسألة الإقصاء ومسألة الاستبعاد الجنسي بين الألمانية الشقراء وبين المغاربي ذا الشعر الأسود فكان إقصان حتى في الكرنفال فما زلنا نعيش في هذا الاستبعاد إذن في الفرض الثانية تكلمنا عن أنه ممكن أن هناك عوامل أخرى هي التي سهمت في تفكير في الهجرة بدليل أن أنا هذا استندت إلى مجموعة من الدراسات أيضا عندنا فرق تشتغل على الهجرة بالمركز الكراسك انتهت بعض نتائج هذه الدراسات إلى أن هناك من المهاجرين سريين جزائريين منهم مرتحين ماديا منهم مضمانين ماديا منهم ليسوا فقراء ولكن بين قوسين بين أنترقيمي بين مزدوجتين البحث عن المرأة الشقراء البحث عن الصيارة الفارهة البحث عن الاغتراب الجنسي في بلاد العربية هو دافع لكثير من شبابنا إلى الهجرة نحو الإلدورادو الشقراوي في الغرب منهجيا نحاول أننا مقاربة ميدانية نحاول نزوج فيها بين الجانب التفسيري الدوركايمي والفيبيري الفهمي لسياسة المدينتين بالمغرب والجزائر ودورهما في الاستبعاد وعلاقة ذلك بالهجرة واعتمدنا في الجانب الميداني على الإحصاء بشكل SPSS وأيضا المقارنة بين مجموعة من المتغيرات التي اخترناها من خلال عينة عشوائية ولكنها كانت منتظمة في اختيارنا لحجم متساويف على الضكور والإناث وأيضا خدمنا على مجموعة من المتغيرات حاولنا أننا نسق بين الفئة العمرية بين مكان الإقامة إلى الجنس مستوي تعليمي السن الوضعية الاجتماعية إلى غير ذلك العينة شملت باختصار كم باقي من وقت أستاذ؟ فالعينة شملت 300 شخص يعني 300 شعب من مدينة 150 من المغرب من الجزائر الآن العينة ركبرتها شوي الآن لحقت 450 شاب من ثلاث مدن جزائرية ومغربية والعمل هو مستمر في ذلك الدراسة هذه فقط تتعلق ب300 من الشباب إذن ممكن هنا نمر بعجالة عن المفاهيم ممكن يتوقف أو يستوقف الحضور الكريم مفهوم الاستبعاد ومفهوم التضمين يعني ممكن الأمر هذا مطروح من خلال الدراسات الكلاسيكية الفرانكوفونية في فرنسا مفهوم الاندماج الاجتماعي الانتيقراسيو والسوسيال ولكن اليوم نحن في الدراسات الانجلوساكسونية خصوصا بعد 97 اليوم مفهوم جديد وهو في شكل وزارات ووكالات في نيوزيلاندا في كندا كما تكلم للزميل في أستراليا فالدول كثير من الدول الإسكندونافية أو الدول النطقة بالانجليزية خصوصا تبنات مفهوم الاستبعاد الاجتماعي فإذن هذا المفهوم أصبح يعني هو مفهوم متدول في فرنسا مدى السبعينات ولكنه أصبح اليوم مفهوما عمليا في بريطانيا وغيرها من الدول إذن مفهوم الاستبعاد هو في الحقيقة هو نتيجة وخلاص لما يقول عليه الحال لما تفتقد سياسات وتسياسات التنمية وسياسات الدول التنموية تجاهها خصوصا فئة الشباب لكثير من العناصر المتعلقة بالحق يعني هنا سنتكلم عن مختلف الحقوق ولكن في النهاية سنختم بالواجبات لأن إذا نسينا الواجبات فنحن سنحصر كل مآل الشباب إلى الهجراء في جانب الحقوق ولكن الشباب العربي والمنهم المغاربة الجزرية عليه واجبات ولكن للأسف لا يدركوا معنى هذه الواجبات فلابد أن نتكلم حتى نصل إلى نمط آخر من الاستبعاد حتى نصل إلى نمط استبعادي إرادي إرادي الشباب العربي الشباب المغاربي هو يستبعد نفسه هو يستبعد نفسه من التنمية هو يستبعد نفسه من تفكير في تنمية أشياء معينة هو يستبعد نفسه من المشاركة الاجتماعية في المجتمع المدني في السياسة في الأحزاب إلى غير ذلك إذن كما تشوفوا هنا بهذا الشكل مدينة تلمسان وبهذا الخريطة هي مدينة حدودية مع المغرب يعني الشباب المناطق الحدودية فيها يمارس مهن التهريب ويعني المناطق الحدودية لها حالة خاصة وللأسف أن هذه المناطق الحدودية لم يهتم بها تنمويا في المغرب الشرقي سمها اليوطي وبعده الحسن الثاني بالمغرب غير النافع واليوم نحن أيضا في الغرب الجزائري على أقل في المناطق الحدودية نتكلم عن المناطق المغنية وغيرها غير نافعة بالنسبة لي بعض السياسة في الدولة وهي تمارس التهريب وتنخر اقتصاد الوطني إلى غير ذلك وبالتالي لا تحتاج إلى تنمية هذا الحي الذي في الثمانينات هو حي تمت دراسته من طرف ربيع بكر الجغرافية الجزائرية بفرنسا وأخذت عليه هذه الصور ثم هذه الصور لـ 2016 هو حي حتى تكون في الصورة هو حي غير مخطط نشأة في الفترة الكولونية ليسنة ألف وثمانمائة ألف وتسعمائة وثلاثة وربعين وبعد ذلك تطور وأصبح أكبر حي شعبي في تلمسان ولكن هو الآن من ضمن المجال الحضاري للمدينة معظم أفراده تقريبا شباب يعني لما نتكلم عن الفئة العمرية بين 15 إلى تقريبا 44 سنة نحن نتحدث عن أكثر من 70% من شباب يعني نفس الأمر لا بغينا نتكلم عليه في المغرب مع مدينة وجدة من خلال حي السلام اللي أيضا كان نشأ كحي عشوائي في الفترة الكولونية ولكن بعد ذلك أصبح تم تخطيطه من طرف الدول تم تدخلات كثيرة لتخطيطه وهو أيضا يضم الفئة الغالبة منه من الشباب يعني بعجلة نحاول أنني خمس دقائق نختصرها في مجموعة من الأشكال والرسومات نحاول أنني نقدم لكم من خلال هذا الميدان الذي خلصنا له بعدها تحليل بالSPSS تحليل لمعظم النتائج لأن الاستمارة تضمنت أكثر من 50 سؤال والعمل هذا كان دخم اعتمدنا فيه على تقريبا 13 محقق يعني وكانت هناك صعوبة بالغة في المغرب مثلا تعرفوا أن مشكل الميداني صعب يعني الأمر فإذن هذا على مستوى التعليم إذن نشوفوا مستوى الاستبعاد الاجتماعي والتضمين على مستوى التعليم إذن نشوفوا أن معظم الفئات هي ما دون الجامعي يعني 20% فقط جامعيين 34 وتقريبا حدود 80% منهم بدون مستوى تعليمي إلى ثانوي وهذا يحيلنا إلى في مفهوم الاستبعاد من سوسيولوجية الاستبعاد إلى أن فئة غاءة يعني فئة مهمة من المجتمع فئة مهمة من الشباب بالمدينتين هم مستبعدين على الأقل تعليميا عندنا أيضا التدريب والكفاءة المهنية عندنا فقط يعني 30% منهم حاصلين على شهادة مهنية ومهارة وهذا يضعف يعني يضعف الحصول على العمل فإذن هذا أيضا فيه نوع من الاستبعاد إرادي ولا إرادي يعني تفسيره يمكن في المناقشة نتكلموا عليه مساءل التوظيف يعني فالتوظيف نشوفوا من يشتغلوا البطالين فمن هم يشتغلون في المغرب والعاطلين يعني تقريبا النسبة تتقارب يعني 48% في بطالين و52% من يشتغلون يعني وهذا رقم مذهل وضخم يعبر ويعكس لنا البطالة وحجم العطالة بين الشباب في المدينتين وبالحيين هنا نتكلم عن التشغيل في مختلف القطاعات في مختلف القطاعات إذن ولنأخذ منهم مفهوم القطاع العام اللي هو ضعيف واللي هو مرتبط بتصورات تمثلات الشباب في المغرب وفي الجزائر للعمل فالعمل بالنسبة لهم هو من يشتغل عند القطاع العام بينما عند الخاص والعمل عند العمل الحر فهو ليس بمعنى العمل يعني ضرورة أن نتكلم عن مفهوم العمل وليس هنا المجل الحديث عن مفهوم العمل العمل في وضعية المبحوثين في الشغل بين المغرب والجزائر إذن هناك عمل دائم وقار ولكن هناك عمل مؤقت هناك عمل متقطع من خلال صيغ العمل التي استحديثت في الجزائر والمغرب في السنوات الأخيرة من خلال المجلسين المجلس الوطني للشباب والمستقبل في المغرب والمجلس الوطني والمجلس الشباب الأعلال في الجزائر ومن خلال أيضا مختلف المنظمات ومختلف المؤسسات في المغرب وفي الجزائر بالنسبة للدخل كما تشوفوا معنا تشوفوا أن النسبة مئوية مهمة أو تقريبا معدل متوسط الدخل في الحيين عند الشباب العامل هو يتراوح بين 200 و300 دولار نلاحظوا هذه القيمة لما نربطوها مثلا حد الأدنى للأجور بالمغرب وفي الجزائر ونحاول نصنفوا منهم تحت مستوى الفقر ومنهم فوق مستوى الفقر نصنفوا أيضا وحاولنا أيضا نقارنوا ذلك مع أرقام البنك الدولي الحد الأدنى والحد الأقصى إلى غير ذلك حاولنا أيضا أن نقارنوا بين الدولتين في ذلك ونتهينا إلى أن أن الشباب يعاني يعاني نوع من الاستبعاد المادي يعني في المدخول والمهني في هذا المجال وإن كان الجانب المادي لا يعني بالضرورة استبعادا اجتماعيا فيمكن أن تكون مستبعادا اجتماعيا ولا تكون مستبعا ماديا مستوى الاستيلاك أيضا أنا حاولت أن أخذكم مباشرة بسرعة بعجالة عمل مقارن من خلال الشكل رقم 16 هو مقارنة بين حجم الدخل وحجم الاستهلاك إذن تشوفوا حجم الاستهلاك بالأحمر وحجم الدخل بالأزرق إذن حجم الاستهلاك في المغربين في الجزائر هو دائما يفوق مستوى مستوى الدخل للأسف أن هناك نسبة معينة لم تجيب لم تصرح باعتبار أن الأجر هو مسألة داخلية وسرية ولا يمكن البوح بها عند الكثير منها الشباب والكثير من العوائل في مقابلها الادخار هو 20% فقط من استطاعوا أن يتدقروا أموالهم وهذا شيء يعكس يعكس عنصر استبعاد في هذا المجال بالنسبة للسكن ووضعية السكن وحتى استثنينا فئة مثلا بين 18 و 26 ولكن بين 26 و 44 اللي رفضناهم بالعينة فكثير منهم لا يملك سكن يعني أغلبيتهم يسكنون مع العينة ومن يملكون سكن شخصيا لا يتعدون 19% وهذا أيضا مشكل يتعلق بالاستبعال أيضا هناك مسألة المشاركة الجماعوية والحزبية وغيرها أغلب الشباب لا يشاركون ولهم أسبابهم في ذلك أسباب إرادية وأسباب لا إرادية يمكن أن نفصح عليها فيما بعد يعني وهنا يعددون الأسباب في عدم المشاركة هنا هذا الشكل يعكس مستوية الرضا ونواي الهجرة عند الشباب يعني تشوفوا غير راضي وغير راضي بالمرة تقريبا هي النسبة الغالبة إذن الشباب في الجزائر والشباب في المغرب على الأقل من خلال المدينتين غير راضيين عن سياسات التنموية عن مسؤوليهم إلى غير ذلك إذن غير راضيين عن عن مستوى التنمية المتعلقة بالعمل وغيره إذن فقط دقيقة لا ممكن هنا أيضا رفقنا أيضا شكل آخر لنحاول قياس مدى الرضا في الرضا التام وعدم الرضا بالمرة عن الوضع الصوسي وقتصادي لهؤلاء الشباب لأن هذه العوامل هي التي تغذي عنصر البحث عن أو التفكير في الهجرة عند هؤلاء الشباب إذن الهجرة بالنسبة لهم تعني تحقيق الأمل تحقيق المستقبل تعني تحقيق نوع من الاندماج تعني استرجاع هوية الإنسانية استرجاع الكرامة بسبب التهميش بسبب الإقصى بسبب الاستبعاد الذي يشعرون له بوطنهم إذن أنتهي إلى فكرة أساسية هو أنهم عوض غربة الوطن نحن نريد الآخر الذي هو بالضرورة لا ينتج غربة عكس أوطاننا المنتجة لهذه الغربة وشكراً والعمل بضخم والوقت قصير شكراً شكراً دكتور طبعاً لدينا باقي حوار 20 دقيقة حتى ننهي الجلسة فمشان هيك يريد اللي بده يسال يكون سؤال محدد وقصير حتى نعطي مجال للأخوة يرده طبعاً نأخذ من الجهة اللي غاد ما سابق ما أخذناش تفضل دكتور تفضل شكراً للأخوة الباحثين على مداخلاتهم القيمة طبعاً في ملاحظات ولكن لا يتسع الوقت لها هي مداخلات أكثر من أسئلة فيما يخص الاندماج خاصة في البلدان الأوروبية أو البلدان الغربية الواقع وهذا مشكلة عويصة وبدأت تأخذ أبعاد أكثر يعني تعرفون التطرف الذي تعاني منه منطقتنا العالم العربي والإسلامي هو زحف أيضاً في أوروبا واخذ ينطلق من هناك طبعاً نحن دائماً يفترضين أن نحمل الأكثرية حقوق وواجبات أكثر من الأقلية هذه الجاليات في أوروبا خصوصاً نكاد أن نتوصل لنتيجة يعني غالبيتها فشل فشل ذريع في الانتجاج وأسباب ذلك القسم الأكبر يعود إلى سياسات الدول وقسم يعود إلى المهاجرين يعني الباحثين يفترضين ليس دائماً نحمل الطرف الآخر هناك تجربة واضحة أنه لاجئي أو مهاجري أوروبا شرقية في أوروبا الغربية أكثر اندماجاً بكثير من مهاجري ولاجئي البلدان الذين ينتمون من العالم الثالث أو من العالم الإسلامي أو العالم العربي بكثير يعني فرق واضح جداً وبالواقع هذه هي قنابل اجتماعية المستقبل وأنتم لاحظتم فيه الفجارات يعني في فرنسا مو الفجارات الانتحارية مو هذا أقصد انفجارات اجتماعية فأعتقد يفترض أن تكون هناك مقاربات جديدة من الدول المستضيفة وأيضاً من منظمات اللاجئين أو منظمات المهاجرين للوصول على نوع من الاندماج إلى حد ما يكون مقبول ولا إذا بقت الوضعية بهذا الشكل أعتقد ستكون أكثر وخامة شكراً شكراً أنا إبراهيم مرشيد من جامعة مراكش لدي سؤال تقني موجه للأستاذ الهادي بوشامة كما تعلمون الدراسات الكمية لها قيمة ولكن هذه القيمة رهينة بالتقنية العلمية المستخدمة عند اختيار العينة الأستاذ استجوب حوالي 300 شخص أعطانا نتائج جيدة ولكن السؤال إلى أي حد يمكن تعميم هذه النتيجة على كامل شباب الحيين في المغرب وفي الجزائر وشكراً طيب شكراً سيد الرئيس والأستاذ الكرام الذين تفضلوا بعروضهم القيمة طيب أنا فقط أتفاعل مع الأستاذ الهادي طبعاً يقال أن الأرقام دائماً تضلل الأرقام الإحصائية غالباً ما تكون مضللة وناء سؤال أستاذ الهادي هو في اختيار العينة اخترت حياً من مدينة الجزائر وحياً من مدينة وجدة وأنت تعلم أن الوضعية الحالية اليوم للمغرب تحسنت في السنوات الأخيرة خصوصاً وجدة السياسات العمومية للدولة المغربية بدلت مجهوداً كبيراً والتالي لا يمكن أن نستخلص خلاصات وأنت الذي باد لي أن بحثك في أحكام قيمة كثيرة جداً تقول بأن الشباب غير راض عن السياسات التنموية وعن المسؤولين وأن الجزائر فيها المحسوبية ورشوة كما أن المغرب في المحسوبية ورشوة وفي كذا فبدأت تعميم وهذا التعميم ربما قد لا يأتي بالنتجة المطلوبة أنا فقط أتسأل معك هو العينة التي اخترتها طبعاً لما نختار عينة دائماً نبحث عن عنصر تشتت والتمركز في هذه العينة التي نختارها فأنت حكمت على بحثك منذ الاختيار العينة ذهبت إلى أحياء مهمشة أصلاً وصلت إليها بأن هؤلاء الشباب وهؤلاء الشباب غير راضين عليك هذا لأن اخترت عينة لا تأتي إلا بهذه الخلاصة مرة شكراً لك وجزاك الله خير أنا بحقيقة عندي ملاحظات هي على مستوى الجلسة ككل هناك يعني فيه انطلاق وكأنه فيه أمور بدهية أنا أول شغلي أنا بطلب أنه طبعاً من حضرة المقدمين أنه مثلاً ليش ما منعيد النظر بمسألة شريحة الشباب نحن محددين 15-24 هيدا تعريف دولي أنه على مستوى بلداننا ليش ما منشوف إذا فعلاً هيدا هي الشريحة المعنية بالهجرة أو يمكن يكون أقل أو يمكن يكون أكتر هيدا مسألة منهجية مهمة هلأ فيه مسألة تانية مهمة هي الاندماج تعريف الاندماج ماذا نعني بالاندماج هل يمكن إحنا يعني لازم نفتش على مفاهيم نقدر نقيسها كيف نقيس الاندماج هيدا مسألة إلا علاقة هلأ فيه مسألة كمان بشوفها أنا مهمة يلي هي إلا علاقة بالسياسة الدول سبق ولفتنا أن السياسات التنموية ما عم تلحظ الشباب هلأ هيدا أنا بشوف على مستوى السياسي أنه يا ترى الحكومات ما عم مقصودة العملية أو بشكل غير واعي لحتى هي بمدائرتها يضل فيه عملية وكأنه فيه إعادة إنتاج لهالناس وفيه عملية تهشيل لبقية الشباب لبرة وكأنه النظام لا يحافظ على نفسه يعني يروج لثقافة الهجرة فيه ترويج على مستوى المنطق العربي لثقافة الهجرة لدرجة أنه يستغربون عندما الشاب لا يهاجر ويسألوا يعني إنت ليه ابنك مش مهاجر بقى يعني أنا بشوف أنه لازم نفكر بهالمفاهيم كلها ونعيد النظر فيها فيه نقطة أخيرة بحب شوفها أنه ما ولا مرة أنا اشتركت بأمور إلى علاقة بالهجرة وترح التساؤلات حول الذين لا يهاجرون ليش ما بنعمل مقارنة بين اللي اختاروا يهاجروا وياللي ما هاجروا أنه شلي بيخلي الإنسان ما يهاجر شلي بيخليه يهاجر شكرا شكرا سيد الرئيس أعطينا الصوت مسموع صلا ومعنا خمس دقائق فقط حاضر شكرا نظرا لذيق الوقت سوف أختصر فقط على العرض الأول محتوى العرض الأول وهو حقيقة موضوع مهم ويتعلق بهجرة الشباب الحالية وواقعها في الحقيقة نحن الآن في مرحلة نقولها بكل صراحة في مرحلة غير مسبوقة لهذه الهجرة هجرة شبابية بامتياز نظرا للأسباب والأحداث المعروفة التي تقع التي وقعت والتي لا تزال تقع في السنوات الآخرة ليس فقط من دول مغاربية محددة مثل ما جاء في العرض على الأقل إحصائيا من المغرب وتونس والجزائر بين قوسان يمكن أن نضيف أيضا ليبيا ولكن أيضا دول عربية محددة وهي سوريا والعراق نظرا كما قلت للأسباب المعروفة وهذا كان يمكن تأكيد إحصائيا لو تم عرض إحصائيات من الأورستات عن ألمانيا ولكن أظن أنها متوفرة فقط باللغة الألمانية أنا وقفت عليها جزئيا في بحتي لماذا ذكرت ألمانيا لأنها حاليا تعتبر كما يعلم جميع في طالعة الدول المستقبلة للحركة الحالية بسبب طابعها الشبابي والإضطراري يعني هي حركة لجوئية يمكن أن تسميها هجرة لجوئية الأسباب التي نعرفها جميعا كما قلت الطرابات السياسية وإلى آخر لهذا فأجدني مضطرا للاختلاف مع الزميل في مسألة جزئية ذكرها في عرضه حول الهجرة من مصر الهجرة المصرية الشبابية إلى أوروبا وحسب ما فهمت أنها ظلت مستقرة لكن لأسباب ذاتها أقول أنه شهدت قفزة كبيرة أظن حتى في إحصائية في العرض لاحظت إن لم تخني الذاكرة أن العدد انتقل من تسعمائة أو ألف إلى خمسة أو سبعة لف لست أذكر جيدا على العمو إذا كانت نسبة صحيحة فمفهومة نظرا للأسباب التي ذكرتها قبل قليل ولا أريد أن أطيل والشكرا لكم شكرا سريعا مرانا بي سامرة يعني أركز مرة أخرى على الشيء اللي قالته على نوفر حول مسألة الشباب يعني لازم مقاربة الشباب كواقع سوسيولوجي مش خمسة أربع وعشرين يعني ما بيعني شيء أنه ناخد الشباب نقول خمسة عشر مين أديش اللي عمروا مبايا خمسة وسبعتاش وهاجروا يعني أول شيء هني قصر ها أول الشيء الثاني اللي بدي يقولوا هذي ملاحظة فيما يخص أستاذ عبدالقادر أطراش يقول أنه الهجرة الشباب لا تتخذ دلالاته ومعانيها إلا من سياقاته فتغييب السياقات ونقول أنه ألال ولا أكتار أنه ربما يكونوا ألال مش مهم المهم أنه معاني الهجرة تتخذ دلالاته من سياقاته وبالتالي نحن في ظرف حجم التدفقات جد محدودة وسياسات أساسا ريستركتف يعني مش عم عدد قليل المهاجرين ولكن الرغبة هائلة المخيال الذي تغتدي منه الهجرة في واقعنا العربي كبير وبالتالي هون الأزنة ومن هون بدي ثمن الشيء اللي عرضوا الهادي بوشمة ولو بشكل سريع لأنه انطلق من هناك مقاربة خلينا نقول أنتروبولوجية بالرغم من أنها كمية ولكن أنتروبولوجية بمعنى أنه تركز على واقع الشباب نفسهم محاولة فهم يعني الأبعاد المتعددة للاستبعاد كما يعاش من قبل الناس نفسهم مش كما أنا أسقط عليه عوامل الاستبعاد وهذا شيء أساسي وحقيقة نحن بالعالم العربي وسأنهي هون بالعالم العربي بالمقاربات تبعنا هي غالبا ما تندر فيها مقاربة معاش الناس وبالتالي من هون في تركيز أيضا على مخيال الهجرة واسترجاع الكرامة والأبعاد هذه المتعددة وشكرا لكم في شمعنا وقت بس ثلاثة سئلة بس ما يتجوز كل سؤال أكثر من ثلاثين تاني بس ثلاثين تاني كل واحد تفضل واحد إذن بعد التحية خليد عصو من المغرب بعد التحية لدي جوجد الأسئلة المباشرة السؤال الأول هو مسألة ندماج الاجتماعي أعتقد على أن المسألة هي لها أسس تاريخية وبالتالي يجب التمييز بين ما يسمى الدول المركزية وبين الدول الفيدرالية أعطي مثال النموذج الفرنسي الذي اشتغلت عليه وبتالي انطلاقا من أرشيف دي الوزارة الخارجية أعتقد على أن الوضع الحالي المهاجر المغاربيين داخل فرنسا لا يمكن أن ننظر إلىها إلا في ارتباط مع السياقات التاريخية داخل فرنسا منذ الثلاثينات هناك قوانين تمنع على المغاربة بيع الخمر في فرنسا يعني حتى بالنسبة للمغاربة الذين هجروا في فترة الثلاثينات والأربعينات يمنع عليهم كان خاصا للمغاربيين دون الفرنسيين ودون بقية الجنسيات الأخرى منذ الثلاثينات شيء الذي يجعل أن الإشكالية اليوم دي المسألة الاندماج ليست وليد دي الضرفية دي التسعينات والثمانينات والسبعينات بقدر ما أنها تجد أسسها في العلاقات التاريخية التي ربطت بين الدول المغاربية وبين فرنسا السؤال الثاني هو مسألة التعددية بالنسبة للأستاذ أنا أعتقد على لأن مسألة التعددية يجب أن ننظر إليها أيضا حتى من زاوية معكوسة وأن الإشكالات دي المسألة التفجير التعددية داخل البلد المصدرة للهجرة ارتبطت أيضا بعملية الهجرة والتالي أحيل على مثال وأن متنطرح مسألة التعددية التقافية بالنسبة للمغارب والقضية الأمازيغية ارتبطت بين أخباب هاجرت إلى فرنسا وهاجرت إلى بلجيكا والتالي هي التي وفرت جميع الشروط وبتلحت بنسبة الجزائر أذكر الأكاديمية الأمازيغية التي أسست في ستينات في فرنسا إلى غير ذلك وبتلل كثير من الإشكالات التي كانت مسكت عنها على مستوى التعددية داخل هذه البلدان ارتبطت أيضا حتى بالهجرة شكرا شكرا سؤال بشكل مركز سؤال سؤال الأول للأستاذ هاني خميس فيما يخص نسألة التعددية هل تعتقد أن يمكن أن يسقطع على العالم العربي نحن ليس لدينا مجتمع قوي ولا دولة قوية التعددية الثقافية تفترض بوجود مجتمع قوي بخلفية ثقافية سياسية إلى أي حد يوجد هذا لا أعتقد سؤال تاني الأستاذ هادي بوشامة منذ الصباح نتحدث عن المهاجرين الشباب ولكن أعتقد أننا لا نستمع إليهم مثلا سوسيولوجيا يجب أن نعتبره فاعلا له استراتيجيات له ديناميات يتصرف بذكاء مثلا في حي السلام الذي درستها الباع المتجولين لا يريدون الذهاب إلى إسبانيا ولا إلى إيطاليا حين نتحدث عن الهجرة إلى أين المهاجرون يريدون الآن ألمانيا بلجيكا فما فوق لا يريدون إسبانيا ولا فرنسا هذا ذكاء الفاعل لا نتحدث عن الفاعل داخل هذه المسألة إسبانيا أصبحت معبارا مثل مكان المغرب أو الجزائر معبار إذن هل أدخلت ما يسمى تمثلات المهاجر الذي تغيرت مثل الإسباني الإسباني أصبح يهاجر الآن أو فرنسي الطالب الإسباني يهاجر إلى أترك المجال للجمهراء المتحدثين كل واحد دقيقتين بحد أقصى أسف جدا بديهم يحكوا فأبدأ بالدكتور عبد القادر أنا عندي مراحلة بسيطة سؤل أحد المسؤولين الجزائريين في الستة أشهر الأخيرة سؤل لماذا الشباب الجزائري يهاجر جوابه كان سوريالي قال أنه الشباب الجزائري يهاجر لأنه كل الأمور متاحلة في بلده وهو متعطش للجلوس في مقاهي شونزيليزي وفي مقاهي سان جرمان بتالي فهذه أعتقد أفضل مقاربة أنك نجيب عن هل سياسات في البلدان العربية كيف تتعاطم مع من لم يهاجروا وكأنه فيه تجاهل للواقع وكأنهم يديرون أمور في بلد آخر بتالي فأعتقد أنه كل من من اشتغل على بناء السياسات التنموية في البلدان العربية يعرف أنه منذ الاستقلال الدول العربية نتكلم عن الدول المغرب العربية اللي أعرفها أكتر أنه بأطر معينة وبنظريات بناء رأس مال بشري هي التي دعمت الهجرة الدول الضفة الغربي الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط سنويا تناقش وتفاوذ دول الأوروبية فيما يسمى بالحصص المهاجرين بتالي فهي تعتمد على الهجرة في علاقتها الثنائية مع فرنسا مع إيطاليا مع اليونان التي تعيش مأزق مأزي اقتصادية ومالية ينتظر منها الدول المغرب العربي تعطيها ألف عقد في هذا ألفين عقد فيه بتالي فهي طريقة ما أعتقد أنه في إدارة الهجرة هذه بصفة غير مباشرة لكن الدول تعيد إنتاج هذه الهجرات وخير وخير دليل على هذا الاتفاقية ما بين الجزائر وفرنسا اتفاقية 68 كان فيه إطار عام لإيفيون لاستقلال الجزائر لكن كان فيه بالموازات مع هذا اتفاقي بتالي فهي الدول لا أقول لا تعي لا تعي تعي لكن فيه هذا البعد الشبابي بتالي فهي أعتقد أن العلوم الاجتماعية يجب في تحليل واقع الهجرة أن تبتعد إلى أبعد حد من السياق اللسونس كومان كما يقول بورديو وبالتالي نتوصل إلى تحليل دقيق أن نقول أن الشباب عنده حقوق وواجبات أعتقد هذه اسمح لي هذه اختصار شكرا يعني هو أنا الحقيقي بالنسبة لمداخلات سواء بصفة عامة يعني بدون التركيز يعني يمكن الدكتورة بتطرح برضو إزاي أننا نعيد النظر في مفاهيم يعني فكرة مفهوم الشباب يحتاج مننا فعلا نعادة نظر فكرة بحث عن المسكوت عنه يعني أنا علي أن أنا أبحث وقد تكون موضوعات جديدة بالبحث والدراسة علي أن أنا أدرس يعني اللي بيخلي الناس تقعد في مجتمعاتها لا تفكر للهجرة يعني هناك من الناس ما تسع فيما يتعلق بي يعني إمكن أنا حاجة حوالي بالنسبة للاستبعاد الاجتماعي والاندماج الاجتماعي يعني هو الاندماج يدرس في إطار مؤشرات للاستبعاد يعني هو الاستبعاد هو النقيض والاندماج دائما الاستبعاد يدع لها مؤشرات فيما يتعلق بحجم الدخل بالفقر بانتهاك حقوق المواطنة الحقوق الاقتصادية الحق في الصحة والتعليم وفي المقابل الاندماج فيما يتعلق بالتعدادية الثقافية داخل المجتمعات العربية أنا أتصور أن المجتمعات العربية يعني ما هيش عندها تباينات ثقافية قد ما هي عندها تباينات أو خلل تنوي تباينات اقتصادية فيما تعلق بالخلل بين الريف والحضر بين فئات العمر المختلفة بين الزكور والإناس وبالتالي وده اللي بيطرح فكة التماسك الاجتماعي إزاي أن أنا أضمن تماسك اجتماعي يعني المجتمعات العربية ليست بحاجة لسياسات للتعضية الثقافية قد ما هي بحاجة إلى سياسات للتماسك الاجتماعي تضمن أن يكون المجتمع متماسك تضمن أن يكون المجتمع يضمن الفرص المتساوية لجميع أفراده للتمتع بالحقوق الاقتصادية شكرا أولا شكرا لزملاء اللي فكروني أولا أنني نعود لوجهة تحية لأستاذ دكتور مختار له الرأس بجامعة محمد الخامس اللي كان مرشي دي في هذا العمل واللي في الحقيقة أنا أشتغل على دراسة السوسيولوجية الفهمية النوعية أكثر منها الكمية وكان هو دفعني دفعا إلى الكمي ولكن في النهاية أخرجنا بهذا العمل بنسبة لسؤال أستاذين وأختصر على سؤال أستاذين أولا العمل دائما أكرر وأعود أن أولا المدن العربية لما نتكلم عن المدن المغربية ينبغي أن نتكلم بصفة بصفات المفرد كل مدينة تختلف عن الأخرى كل مدينة لها خصائصها الجغرافية خصائصها المورفولوجية ونعيد سكانها تركيبتهم إلى أرضك إذن أنا خصصت مدينتين حدوديتين فحاولت أنني العينة تكون تخص هاتين المدينتين الحيين فعلا كان عشوائيين وكان غير مخططين سنة 1943 و44 ولكن اليوم هما من مركز المدينة يعني لما نتكلم عن الحيين اخترتهم بعناية يبعدان عن مركز المدينة بكيلومتر واحد يعني في حين أن المدينتين أنتجت أحياء عشوائية كثيرة هي أكثر قتامة في حين أن هذين الحيين والأستاذ السعيدي يعرف الحي السلام وهو من مدينة وجدة حي مخطط الآن مهيكل وجميل الحقيقة إلى وأيضا حي بودغين في تلمسان تم إلى حد ما يعني في السنوات الماضية تم إعادة هيكلته وفئات كثيرة تسكن هاته الأحياء وانتقلت إلى الكثير من هاته المدينة بنسبة لمسألة الأحكام القيمية أعتقد أن حاولنا أن نكون دقيقين يعني ما استخلصناه ميدانيا وكميا تكلمنا عنه بكل بكل موضوعية ولم نكن نريد أن نغلب الفئة للفئة البحث هو مقتطف لأننا في جزء ثاني نتكلم فيه عن وجبات ونتكلم فيه عن جوانب التضمين في المدينة المغاربية على الأقل من خلال وجدة وات الانسان فيها عناصر للتضمين فيه فئات تم تضمينها واندماجها في سوق العمل في الجانب التعليمي في الجانب المهارات إلى غير ذلك في جانب السكن ولكن الفئة الغالبة يعني من الهشاشات يعني من لا مساواة في الحقوق في التنمية إلى هذا الشكل اختيار العينة أيضا وإن كانت العينة عشوائية يعني حتى أضع هذا الجميع في الصورة في المغرب يختلف الأمر عن الجزائر هناك المقدم يعني الحي عنده المقدم وهناك صعوبة بالغة لما تجي تدرس حي من الأحياء لازم يكون عندك علاقة مميزة مع المقدم لأن المقدم هو الرجل رجل السلطة والرجل المراقب وطبيعة الحال العمل السوسيولوجي هو عمل يزعج يزعج الكل فكان عندنا في مسألة اختيار الحي كانت عندنا صعوبة بالغة ولكن في النهاية حاولنا أننا نشوف حيين في مستوى واحد في سن واحدة في مجموعة متغيرات حاولنا نشوف بينها بالتشتت والتمركز يعني يجمعنا من كل العطياف وأعتقد الحديث بقيه وشكرا للجميع شكرا لدكتور عبدالقادر شكرا لدكتور عبدالقادر والدكتور هاني والدكتور بوشامة يعني نرفع الجلسة وفي عندنا بريك من تربع الساعة فقط لأنه لديك الوقت سنبدأ في الجلسة الثانية على على أربعة ونصف شكرا شكرا عبدالقادر